اهلا بكم من جديد تداول مستخدم مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مقطع صادما يعود إلى العام 2011 يظهر فيه أحد قادة الجيش المصري وهو يحرض على اغتيال العالم الدكتور يوسف القرضاوي حينما كان يقطب الجمعة بميدان التحرير بعد تنحي مبارك القائد العسكري الذي ظهر بالفيديو هو اللواء سعيد عباس والذي كان يعمل وقتها مساعدا لقائد المنطقة المركزية العسكرية وتولى فيما بعد منصبة محافظة المنوفية وقال للناشط السياسي الدكتور ممدوح حمزة مموتهوش لي في إشارة للشيخ القرضاوي ناشطون على مواقع التواصل عبروا عن صدمتهم من تصريح القائد العسكري خاصة أنه يعود إلى فبراير من العام 2011 حينما كان الجيش يدعي حماية الثورة والمتظاهرين خلونا تابع مموتهوش لي طيب مموتهوش لي طيب مموتهوش لي طيب مموتهوش لي طيب أن يتبع نبدأ بيوتنا لما تشيروا وزارة أحمد شايفة أنا أقول لهم راكي أحنا غيرين هنا سيد ممدوع علشان وزارة أحمد شايفة أنا كانت تطبيع لسان للصورة سيد ممدوع وللحديث حول هذا الموضوع نضم إلينا في الستوديو الدكتور محمد الصغير وكيل لجنة الدينية بالبرلمان المصري مستشار وزير الأوقاف المصري سابقا أحييك فضلت الشيخ أهلا مرحبا كما أحيي ضيفي عبر الإنترنت من القاهرة الكاتب الصحفي مونير راديب أهلا بك معنا أستاذ مونير اسمح لي أن أبدأ مع الشيخ الصغير بكلام اللواء هل تعتقد أنه كان مجرد زلة لسان فضلت الشيخ لم يحصدوا على الرجل تحت ضغوط خرجت هذه الكلمة ماما وتشلي بهذا الشكل أم كانت مقصودة الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد بما أن الفقر عن الإمام القرضاوي فنستشهد بكلام شيخ الإسلام بن القيم إجابة على سؤالك وهو يقول القلوب قدور والألسنة مغارف يعني اللسان يغرف مما في القلب فهذا ينطبق عليه قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر المجلس العسكري ونظام مبارك لم ينسى ولن ينسى أن فضيلة الإمام الشيخ القرضاوي كان أحد أهم وأكبر عوامل نجاح ثورة الخامس والعشرين من يناير النجاح المؤقت ليس هذا كلامي وإنما قاله في حينها من كانوا رموزا في هذه الثورة حتى بعض من أصبح الآن جزءا من انقلاب 3 يوليو وبالتالي هو كان يقصد الكلمة بمعناها من وجهة نظري لو سعيد عباس لا أقول يقصده فقط إنما لو استطاع أن يفعل لفعل وهم فعلوا ذلك وأمثاله وما قتل الشيخ عماد رفعت إلا صورة الشيخ عماد رفعت الشيخ أزهري الشيخ عماد عفت الشيخ عماد عفت معذرة لا يختلف عليه أحد أنه كان أيقون من أيقونات ثورة الخامس والعشرين من يناير ومع ذلك قتل بنفس هذه الطريقة التي كان يحكيها خلاص منه يقتل دون أن يعرف معه أحد ثم المجازر التي ارتكبها النظام العسكري في ميادين مصر وفي شوارعها وما زال يرتكبها تجاه العزل ينبئ أن هذا قليل من كثير مما في صدوره سيد مونير أديب هل هناك تفسير لهذا الغضب من قبل اللي هو سعيد عباس وهو كان أحد قادة الجيش أنذاك من الشيخ القرضاوي عدد الرموز الذين نزلوا لميدان التحرير يعني خلال الثورة وبعد نجاحها الأولية على الأقل كثيرون حتى على رأسهم يعني وزيرة الخارجية الأمريكية أنذاك هيلاري كلينتون الشيخ يوسف القرضاوي في النهاية رجل مصري عالم دين نزل لميدان التحرير كما الملايين نزلوا لهذا الميدان ما الذي يغيظ لواء جيش أو قائد جيش داخل الجيش المصري من الشيخ القرضاوي بهذا الشكل يعني في حقيقة الأمر لم يكن حالة غضب لدى هذا اللواء فقط وإنما كان لدى كل السوار في هذه الخطبة التي جلس فيها يوسف القرضاوي الدكتور يوسف القرضاوي على منصة التحرير طرد السوار وأعتقد في هذا اليوم خرج واء الغنيم وعبر عن ذلك عندما احتل هذه المنصة أغلب قيادات جماعة الإخوان المسلمين وتنظيم الجماعة الإسلامية الذي ربما ينتمي إلي ضيفك في الاستوديو وبالتالي كانت هناك حالة غضب عارمة من يوسف القرضاوي وأعتقد أن حالة الغضب هذه كانت واضحة حتى من الألفاظ التي عبر عنها وقتها ممدوح حمزة لدرجة أنه رد رد مختصرا وقال أنا سبت له الميدان ومشيت ومحدود ممدوح حمزة أحد الوجوه التي كانت تعبر عن هذا الخراك في هذا التوقيت أما فيما يتعلق بما قاله اللواء لم يكن تحريدا لسبب لأن أولا اللواء لا يريد قتل يوسف القرضاوي فضلا على أن ممدوح حمزة مش قاتل أترة يعني مش راجل طول الوقت بيقتل عشان شخص يطلب منه فبالتالي هو يستجيل جاء يوسف القرضاوي وفعل ما فعل على منصة التحرير ثم ذهب إلى الدوحة مرة أخرى وهو بخير وبسلام هذه الكلمة التي ربما يستخدمها بعض المصريين يعني أب سعاتي وإبنه أنا هموتك يعني أنا هعقبك ففكرة العقاب هي كانت فكرة طول الوقت حضرة عند أثوار وعند ممدوح حمزة خاصة وأنه ما اتبروا أن يوسف القرضاوي جاء من الدوحة واحتل ربما منصة التحرير وهذا الاحتلال كان يعني أنه جاء ليستولي ربما على حراك هؤلاء الشباب الذي كان موجود من 25 يناير حتى هذه اللحظة التي جاء أستاذ مونير أديم نحن نعرض صور أرشفية لهذا اليوم الغريف في الموضوع أن الأعداد في ميدان التحرير غالبا لم نرى مثل هذه الأعداد التي حضرت بغض نظر عن الرقم في جمعة أخرى غير هذه الجمعة التي خطب فيها الشيخ يوسف القرضاوي لكن الأهم من هذه النقطة أيضا اللي ماسك المايكروفون على المنصة للشيخ يوسف القرضاوي هو الشيخ مظهر شهين وهو إمام مسجد عمر مكرم وهو الأقرب كان للمجلس العسكري بعد ذلك طبعا علمنا هذا الأمر وأذيعت الخطبح في القناة الأولى وحتى بعد ذلك النشرات كانت تقوم بمقتطفات منها فهل كل هذا الأمر أنت شايف أن الشيخ يوسف القرضاوي ومظهر شهين ماسك له المايكروفون هو اختطاف لمنصة ميدان التحرير وأن اللواء سعيد عباس هو أكثر ثورية وحمية من الثوار ولذلك كان زعلان أن الشيخ يوسف القرضاوي يعني على منصة ميدان التحرير سيد أديب أولا أنا ما قلتش أنه أنا زعلان ما كانتش تعبيري اللي أنا نقلته لك هو تعبير الثوار وقتها وقتها أنا كنت موجود في ميدان التحرير أدون ما يحدث يعني وألقل ذلك هم اللي حاضرين دول من الصوار ولا كانوا من حتة تانية اللي كانوا الآلاف المؤلفة يعني أو أكثر من ذلك دول كانوا منين دول نعم أولا هذه الآلاف التي أتت لم تأتي ليوسف القرضاوي هذه الآلاف خرجت عندما كان يجلس يوسف القرضاوي في الدوحة وأتت إلى ميدان التحرير عندما ذهب يوسف القرضاوي من حيث ما أتى هؤلاء لم يأتوا ليوسف القرضاوي ولم يخرج هؤلاء السوار ليوسف القرضاوي ويوسف القرضاوي أعتقد أنه لم يكن معبرا عن هؤلاء السوار ارجع الواي الغنين هو واي الغنين نفسه دلوقتي مع الانتلاب العسكري أنا أرجع له ليه لكن أنا عايز أقوله هل أنت متوقع أن مئات الألاف اللي حضر الآن قدام الشيخ يوسف القرضاوي دي كانت ممكن تترك شخص معادي للثورة معادي لهم يتركوه على منصة ميدان التحرير يخطب ما يقرب ما يقارب السعوة ويؤمن خلفه هكذا يتركوه يعني دون أي اعتراض أستاذ أحمد أنا ما قلت لكشي أن يوسف القرضاوي معادي للثورة لكن هو نزل ببراجوت على هذه الثورة أتى من مكانه في الدوحة لكي يختصف هذه الثورة وربما سبقه صفوة هل نسيت يوم موقعة الجمل عندما دع الشيخ يوسف القرضاوي في مقطع مصور جماهير المصريين ينزلوا لميدان التحرير للدفاع عن ميدان التحرير ضد من يحاولون قتل وإخراج المتظاهرين منه موقعة الجمل هل تتذكر ذلك النداء من الشيخ يوسف القرضاوي؟ ولذلك كنت أتمنى من يوسف القرضاوي أن يكون موجودا في يوم مثل هذا لا أن يكون موجود في اليوم الذي يسبقه لكي يحتل هذا الميدان أو لتكون له الكلمة وللإخوان الكلمة رغم أن الإخوان شاركوا في الثورة هل كل هذا يعطي الحق لقائد عسكري أن يحرض على قتل أحد أهم علماء الدين الحاليين؟ أنا ذكرت لك ويعني أعيد على ما سمعك مرة أخرى ما ذكرته هذا لم يكن تحريدا لسبب نهاية إذا أنت بتتكلم على قائد عسكري بيحرض القائد العسكري يقدر يهتل إذا أنت بتتكلم عن شخص تم التحريض ضده ثم الشخص ده ما زال يعيش في أمان إذا فتر التحريض هيكون موجه لمين؟ موجه لمندوح حمزة يعني ومندوح حمزة ده التال أتلة فهو جاي القائد العسكري ده يقول له بعد إذنك أنت خلاص تمام شايف أنه ده مش تحريض أنه أنت ما موتوش لي شايف أنه ده مش تحريض ده كلام كده يعني يعني ملوش قيمة كلام لطيف ما موتوش لي لكن على أي حال يبقى معي سيد أديب سأعود إليك بالتأكيد للتعقيب على الشيخ محمد الصغير لا هو نزل الثوار رفضين لنزول الشيخ يوسف القراضي وبالتالي كان اللوى سعيد عباس كان هو زعلان من هذا الأمر في مدرسة الجزيرة كما يوجد لكم حق التحفظ لحق الرد على جملة أغلاط وردت على لسن الضيف كان أولى به أن يبعد عن شخصنة الأمور ويتحدث في صلب القضية أما نتحدث عن التنظيمات وعن الجماعة الإسلامية وهي جزء مشارك في الثورة وصارت قبل 25 يناير صارت على حسني مبارك وصارت على السادات ولو تحدثنا عن التنظيمات لست عضوا في تنظيم وإنما الضيف منير أديب كان مخبرا في مكتب مرشد الإخوان المسلمين وشغال جوة التنظيم حتى كشفت أوراقه وانتشر خبره وأخذه الأمن الدولة بعد مفتوضة يعني أتخفظ على مسألة الاستهام بالتخبر لأمن الدولة في أفضل تشير هو شرف هو كان مخبر لماذا لم تتحفظ على كلامه لم يتهم أحد بالتخبر أنا أقول دروقتي يتقول لك محمد الصغير هذا عضو في تنظيم كذا هذا إيه تسميه أضوية التنظيم ليست مسألة معلومة مغلوطة وكل ما قاله مغلوط فضيلة الإمام الشيخ يوسف القرضاوي جاء إلى ميدان التحرير لم يأتي فجأة هذا كان أمر معلن وإذعته القنوات الرسمية المصرية والمليونية هذه جاءت لتصلي خلف الإمام الشيخ يوسف القرضاوي والشيخ صفوة حجازي لا يختلف أحد إلا جاحد أو ناكر أنه هو وشباب الإخوان المسلمين اللي حموا الثورة ليس الجيش الجيش هو الذي كان يريد أن يقتل الثوار ويصف الثوار وقد فعل بعد ذلك أن يختصر ضيفك من القاهرة الثورة في الشاب المخدرات الموجود في أمريكا الآن ويطلع عشان المخدرات على الهواء والغنم والذين تتحفظوا عليها أنا أقول حقيقة لما يختصر ثورة الطهر أنا أتحفظ لأنه ليس موجود يرد أتحفظي افتحوا له الباب يرد بعد لكن بيطلع أنا أسأل سؤال حركة إعلامي تبعته وضع الأشار المخدرات طيب يرد هو لا ينفي ذلك أن يختصر ضيفك الطهر الثوري الذي كان في سنة 25 يناير وينفيه عن صفوة حجازي من الذي حمى الثوار في موقع الجمل من الذي منع الخيول والهجانة هم شباب الإخوان المسلمين التنظيم الذي لا أدعي شرف الانتساب إليه الإمام القرضاوي ويقول لك أنك عايزه يكون موجود في التحرير قادت الثورة والعلماء الكبار والثوار الكبار في العالم كله دورهم التوجيه وما فعله الإمام يوسف القرضاوي وصدعا أقول أن الشيخ يوسف القرضاوي له النصيب الأكبر والحظ الأوفر من نجاح هذه الثورة ولولا ما دعا إليه وأنا دعيت لقناة العربية وكان معنا دعا من العلماء الكبار وكانت الصورة غائمة وده تحديدا يوم أربعة فبراير فقالوا لي في غرفة التحرير ماذا نقول قلت لهم لا حجة لأحد بعد ما الشيخ القرضاوي حمل الراية وانضم إلى الثورة من يومها الأول الشيخ القرضاوي رجل أمة لم ينضم إلى ثورة مصر فقط الشيخ القرضاوي كان رمزا في ثورة تونس وفي ثورة ليبيا وفي ثورة اليمن الشيخ القرضاوي هو الأزهري الثائر الذي يمثل الثورة في أعلى صورها هنخش في الشخصانة نبقى مش ننتهي فعلى ضيفك أن يلتزم بموضوع الحوار وإلا سيسمع مني ما لا يرضيه هو من خلفه طيب طيب فكرة هو الضيف القائرة يقول لا يوجد أي جدية لفكرة أنه ما موتوش لي وإلا هو بيقول الكلام هذا الممضوع حمزة في الآخر زي ما يقول الرجل مش أتل أتل في الآخر الرجل ناشط سياسي ومهندس وخبير معروفة بالتالي أكيد هو مش يقول لي ممضوع حمزة أنا روح أتل الشيخ القرضاوي وبالتالي هذا دلالة من وجهة نظري على عدم جدية مسألة التحريض هذا كلام ليس فيه جدية أصلا كلمة تحريض نحن من سيخترعها ولا التحريض على القتل جريمة وحاسب عليها القانون كيف يكون التحريض نبي صلى الله عليه وسلم يقول من أشار على قتل بسلم ولو بشطر كلمة يعني عمله كده روح خلصنا توكل على الله نص كلمة يعتبر قاتل ومحرض وأنا هنا على الهوى سكوت ضيفك وقبوله لهذا التحريض هو مشاركة في هذا التحريض الرضا بالقتل قتل ورضا بالتحريض تحريض وأشم في راحة كلام ضيفك أنه تمنى لو كان ممضوع حمزة فعل ذلك ليس معنى أن المهندس ممضوع حمزة ليس قتل قتلة أن هذا اللواء لم يأمر ولم يطلب وكررها مرارا بصورة سادية بصورة دموية رأيناها وفعلوها قبل ذلك مش هم يقولوا كلام هؤلاء العسكر يدهم ملطخة بالدماء من ساعة الكلام 52 إلى هذه اللحظة فكرة استهداف الشيخ القرضاوي سيد مونيل عديب أنا أعلم طبعا اللي ممكن يكون لديك رد على ما ذكره الدكتور محمد الصغير لكن في البداية التحريض يبدو أنه لم يتوقف من اللواء سعيد عباس لكن الآن ما يقرب من أربع سنوات ابنة الشيخ القرضاوي في السجون المصرية دون محاكمة دون اتهامات حقيقية أليس هذا هو شكل من أشكال العنف ضد الشيخ وعائلته التحريض ضد الشيخ وعائلته من قبل من يحكمون مصر الآن؟ الشيخ الصغير يرى أن الجماعة الإسلامية هي صارت على الرئيس مبارك صارت بالبنادق هذه الجماعة التي كان وأعتقد أنه مدال ينتمي إليها كان يتوقف أليس من الأفضل أن نخرج من مسألة شخصنة الحوار والحديث يا سيد أديب؟ أنت بدأت بالحديث للشيخ الصغير وشخصنة الأمر هو رد عليك أعتقد أن نقفل هذه النقطة ونعود للحوار وأصل الحوار تفضل سيد أديب نعم هو الشيخ الصغير وهو صغير حتى في سورة أنا لن أقبل منك ذلك أنا لن أقبل وأنا لن أكمل معك هذا الحوار يا سيد أديب لن أكمل معك هذا الحوار الكاتب الصحفي ممير أديب كنت معي عبر الإنترنت من القاهرة شكرا جزيلا نحن لن نقبل إساءات مشاهدين الكرام ومثل هذه الأوصاف أنا أعتذر لكم عن هذا الأمر أعتذر لك فضيلة الشيخ بالطبع لكن دعنا نعود للحوار فكرة الاستهداف التي ما زالت موجودة للشيخ وعائلتها أو تحديدا في صورة ابنته وأعتقد هي تبلغ حتى من عمر أكثر من سبتين عاما اقتررت من أربع سنوات داخل السجون المصرية دون محاكمة لم تقدم المحاكمة حتى هذه اللحظة ما الذي يعنيه هذا هذا نوع من التحريض الفعلي يعني هم لم يصلوا إلى الشيخ القرضاوي في شخصه فعمدوا إلى ابنته والسيدة علاء القرضاوي أولا موليد الدوحة ثانيا كانت تعمل في السفارة القطرية في مصر فهي دبلوماسية بدرجة معينة وليس لها علاقة بأي شيء في الشأن العام أو العمل السياسي ولا تنتمي إلى الإخوان المسلمين وزوجها رجل قيادة في حزب الوسط اللي هو حزب منافس للإخوان المسلمين فاعتقلوها واعتقلوا زوجها مضت السيدة علاء القرضاوي عامين كاملين تغمت الحبس الاحتياطي دون أن تكون لها جريمة أو كلمة لم يجدوا لها شيء حتى بالتلفيق تدري ماذا حدث بعد مرور عامين من الحبس الاحتياطي لفقوا لها تهم أنها أثناء وجودها في السجن جاءتها أموال في الزيارات فاستخدمتها في تجنيد بعض المسجونات وما حدث من مطاردة نجل الشيخ القرضاوي السيد عبد الرحمن يوسف أيضا تمت مطاردته وتم التضييق عليه حتى خرج من نصر ما يحدث هو نوع من الانتقام أذكر لي رمزا من رموز يناير إسلامي أو غير إسلامي لم ينتقم منه بعيدا عن اللي ضربوا ترمدول أو تركوا الثورة أو كانوا مندسين أو أصبحوا في صف الانقلاب أين على عبد الفتاح في السجن أين عندنا بعض الناس اللي ظهر منهم شيء من إنسانية ومن حرية أستاذ حزم عبد العظيم كان مسؤول في حملة السيسي أين هو هو كان في المعتقل وخرج خارج خالد داود لكن غيره كثير خالد داود الأسماء لن نستطيع بل أصدعنا أقول لا يوجد رمز بمعنى الكلمة لا يوجد رمز وقف مع ثورة 25 يناير وظل وفيا لها إلا ونكل به وعودي النظام الحالي هذا هو نظام عدو لثورة 25 يناير وأنا لا أستحي أن أقول أنهم استطاعوا أن يخدعوا الثوار وأن ينقلبوا على الثورة بشكل نعم فضلت الدكتور فيما يخص أنت تقول أن هناك كان عداء لكل الثورة وكل رموز الثورة المصرية لكن للحقيقة ما هو دعنا نأخذ أحد رموز هذه الثورة طلبنا أن نتحدث بهذه الطريقة وهو وائل غنيم الرجل الآن مع الرئيس عبدالفتاح السيسي ويرى ما حدث حتى في الثلاثين من يونيو استكمالا لثورة يناير وهو واحد من أهم رموز ثورة يناير لا ينكر أحد أن السيد وائل غنيم كان رمزا من رموز ثورة الخامس والعشرين من يناير لكن الأديان لأقدس والعقائد التي أكبر يعتقدها الإنسان ويؤمن بها ثم يكفر ويرتد فالذي يكفر بالإسلام كفر ويرتد والذي يترك الشيوعية مرتد عن الشيوعية وهناك من يرتد عن الثورة ومن يكفر بها وهناك في بعض ضيوف كان عندكم هنا في الجزيرة مش أذكر أسماء كانوا ضيوف وثوريين وزملاء وجيران والآن يرجعوا إلى مصر لا يستطيع أن يكمل المشوار الثوري المشوار الثوري له تكلفته له حمله له أعباؤه يوجد فصيل من المصريين تحمل الثورة منذ أن رفض عبد الناصر فكرة الديمقراطية التي نادى بها محمد نجيب وما زال تاريخهم مع السجون وما زالوا يحملون لواقع الثورة وكان منهم هذا العلم هذا العلم كان منهم هذا الذي اعتقل في عهد الملك ولا أقول اعتقل في عهد عبد الناصر فضيلة الإمام الشيخ يوسف القرضاوي اللي الأمة ولا أقول مصر والذي لا إله غيره أقول وأكرر الأمة بعلمائها ودعاتها وناسها جميعا مقصرين في حق هذا الشيخ الإمام أخيرا حتى قبل أن أختم هذا اللقاء كلام لو سعيد عباس فكرة ما موته هل كان يعبر عن شخصه من وجهة نظرك أم منهج لقادة العسكر أنا ذاك أو عفوا لقادة المجلس العسكري أنا ذاك كل إنسان لا يحسن إلا مهنته يعني الجيش لا يحسن إلا القتل وخل المناسبة هذا كلام عبد الفتاح السيسي قال الجيش هذا أداة قتل صحيح فهو لا يعرف التفاوض لا يعرف الحوار والجيش لما ينتصر في الحرب بيأخذ وزير الحربية يجلس على مهدة المفاوضات ولا بروح وزير الخارجية فهؤلاء لا يعرفون إلا صوت الرصاص ولا يعرفون إلا صوت القتل والذي قتل الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية داخل المحكمة الذي قتل عصام دربالة داخل السجن الذي أوسع عصام العريان ضربا حتى مات كما قال رفقائه ليس بعيدا عليه أن يقول هذا الكلام ولو تمكنوا من الشيخ لقتلوه قتلهم الله شكرك شكرا جزيلا الشيخ دكتور محمد الصغير مستشار وزير الأوقاف المصري شكرا جزيلا فضلت الشيخ شاهدين الكرام المسائية مستمرة وبعد الفاصل رئيس نزراء التروسي هشام شيش يقول إن حكومته ليست معنية بالخلافات ولا تشجيل النقاط السياسية ونلتقي بعد قليل سيد عماد لخميري رئيس كتلة حركة النهضة بالبرلمان للحديث عن الأزمة السياسية في البلاد ابقوا معنا اشتركوا في القناة